اشتركوا في القناة أستاذ سائد بداية بدي أتشكرك شكر شخصي لوجود حضرتك معنا يعني الجرأة وأخذ المسئولية المجتمعية كولي أمر أنك تحكي عن هذا الموضوع وممكن وأكيد يعني مداخلة حضرتك معنا اليوم وجود حضرتك معنا اليوم رح تعطي دافع أكتر للأهالي ووعي أكتر للأهالي بالتصرف في هذه المواقف ومع المدارس أول شيء نطمن عن صحية عمر حكي لنا كيف صحيته إن شاء الله بخير نحمد الله يعني الأجزاء الداخلية خليني أحكي أموره تمام بس بظل شغلات بسيطة خليني أحكيها بسيطة لأنه مع الموقف اللي صار مع الأمور اللي صارت فعلا هي بسيطة كسور أو خدوش أو قطب أو شغلات زي هيك أنا بعتبرها شغلات بسيطة مقارنة مع الوضع اللي كان موجود الحمد لله عسنا الله الحمد لله إن شاء الله تتمنوا عليه عن قريب وبرجع بنور البيت عن قريب الله يخليك طيب احكي لنا كيف عرفتوا عن الحادث يعني أنا كان يوم الحادث فعلا كنت متواجد في عمان رنينا عليهم بالتلفون كان مشرفين على الرحلة أو على عمر خليني أحكي ما كان فيه جواب شوية صار شوية اضطرابات عند الواحد أنه بده يفهم إيش اللي صار الموجود توصلنا مع مدير المدرسة مدير المدرسة يقلي أنا كمان برن عليهم ما بيجاوبوني فأنا نازل على الغور هو قال لي أنا نازل على الغور ففعليا أنا مباشرة ما حبيت أنه يعني داخليا صار في عندي شغلي هيك خوف كمان أنا نزلت على الغور مش عارف إيش اللي صاير بس أنا نزلت على الغور عشان أعرف أنا بعرفش المنطقة بالضبط هي تبعة اللي صار فيها الحادث بس يعني معروفة هي بمنطقة معينة محصورة بمنطقة معينة نزلت أنا على الغور كنا على الطريق نتواصل بالتلفون مع المدير ونتواصل مع أهلي خليتهم يحكوا مع جهات معينة حتى نقدر نتوصل لفكرة نعم لغاية الإشارة تبعت الكرامة وصلني خبر أنه في حادث صار مع طلاب مدارس ووجهوا الطلاب لمستشفى الشون الجنوبية مباشرة توجهنا للشون الجنوبية كان في واحد منزل على الفيسبوك أنه إحنا بحاجة لأنه نتواصل مع أبو الطالب عمر اللي طالب عمر موجود عندنا بالمستشفى وإحنا بحاجة أنه نتواصل معه فاللي كان قال البوست خليني أحكي مباشرة حكوا معاي مجموعة أنه ضرورة التواصل معهم فعرفت أنه موجودين بمستشفى الشون الجنوبية توجهنا للمستشفى كانت بلحظتها قاعدين بجهزوا أمورهم ينقلوهم لمستشفى آخر أوسع خليني أحكي وفي عندهم معدات أفضل من الشون الجنوبية فوصلت الشون الجنوبية كان موجودين في الأنبلانس أنبلانسات كثيرة ناس موجودين فعليا أطفال موجودين مصابين يعني خليني أحكي للمنظر ما كان سهل سهل فعليا طيب أستاذ الحمد لله على سلامة أمور يعني أنا ما بدي أقطع هاي النقطة تحديدا ولكن بدي أرجع شوية صغيرة لورا بعد إثمك يعني بجوز لازم نعرف أنه حضرتك لما تبلغت في الرحلة كيف بقى إيمتا الرحلة يوم الخميس إيمتا المدرسة بعدت أنه في رحلة وهل وقعت حضرتك على موافقة ولي الأمر أنه يروح أمور على الرحلة وهل كان مذكور المكان الرحلة وشو رح يعملوه ولا لا يعني هاي القطعة قبل ما ورح نرجع لوقت المستشفى تمام هسا إحنا فعليا الرحلة كانت مبلغ عنها من عشر أيام من عشر أيام من عشر أيام كانت وجهة الرحلة لجوردان فورست هيك كان المفروض مقابل مبلغ معين تمام قبل الرحلة بيومين تغير مسار جوردان فورست هاي مكان خاص هي عبارة عن موقع الألعاب موجودة على طريق المطار اوكي اه فهي كان المخطط للرحلة كان مكتوب في الورقة هيك كان مكتوب أنه نحن بالمكان الفلاني نعم تمام وقابل مبلغ معين وقدي هو المبلغ عشرين دينار اوكي عشرين دينار بس قبل الخميس خليني أحكي بيومين جاءنا كتاب آخر مش مطلوب منه أنه نوقع عليه مش مطلوب أنه نعمل عليه موافقة الكتاب موجود معي طبعا مش مطلوب أنه نوقع عليه بأي توقيع أنه تغيرت الرحلة وبرنامج رحلة طويل برنامج رحلة كامل من شركة على ظهر الورقة الموافقة تبعت أنه تنوي المدارس الفلانية الفلانية أنه تنظم رحلة أخرى مختلفة عن الرحلة اه وين المكان مكتوب على الورقة عين الزرقة عين الزرقة نعم نعم عين الزرقة ومكتوب أنها رحلة مغامرة مكتوب أنها رحلة استكشافة استكشافة تمام اه أول شيء عين الزرقة بجوز نص الأردن ما بعرف شوى المقبحها بسمع فيها بس ما بعرف شوى هي أو ما بعرف ايش سبب الخطورة فيه صح اللي موجودة هذا الكلام قبل بيومين عسا إحنا يوم الرحلة طبعا إحنا عارفين أنه الأرصاد الجوية وسمعنا عن الأرصاد الجوية بس في عنا إحنا دائما أزمة ثقة مع الأرصاد الجوية بجميع نواحيها فيعني بجوز نسمع الأرصاد الجوية بس يعني ما نعيرها اهتمام كبير لأنه إلها سابق يعني حضرتك ما كان عندك مشكلة أنه عمر يروح الرحلة وفعليا ما كنت عارف بالضبط وين رايح لا بالضبط بالضبط الطريق المكان اللي رايحين عليه على الغور بس أنا ما بعرف طبيعة المنطقة أو المنطقة اللي إحنا فيها تمام تمام طيب أنت عارف أنه عين الزرقة بس مش عارف الموقع طيب أنت يعني بتودي ابنك على مكان أنت ما بتعرف فضل مؤمن فضل مؤمن أستاذ عندك مشكلة يعني نقرأ شوي من هاي الورقة أه طبع أكد ما رح نذكر أسماء عندك مشكلة طيب إحنا ما رح نذكر ما بديش أذكر يعني ما بدي أستعرضها مشان الأسماء يعني ولكن السادة أولياء الأمور محترمين تحية وطيبة وبعد تقيم مدارس كذا كذا رحلة تعليمية ترفيهية لطلاب المرحلة الأساسية من السادس وحتى الثامن بعنوان سفاري الأردن إلى وادي زرقاء معين يوم الخميس من أهداف الرحلة التعايش مع البيئة المحيطة تحمل المسئولية سرعة البديهة للتعامل مع الظروف وتكلفة الرحلة 30 دينار ومرفق برنامج الرحلة أرغب لا أرغب وبعدين في عنا على الجهة الثانية شركة شركة بالضبط ما بدي أذكر اسم الشركة ولكن خط المسير أنا صعب أفرجيها على الكاميرا لو سمحتي راما لأنه في عندي في عنوان فوق وتحت يعني واضح بس هي كان السؤال أنه يعني أنا ببعث ابني لمكان أنا ما بعرفه حكيت أنك ما بتعرف هذا المكان هل هو مثلا منطقة مرتفعة في انحدارات في سيول في أنهر في بحيرات نعم أنا أول إشي بالبداية خليني أحكي أنا ابني مودية على مدرسة فعليا أثق فيها أثق في الإجراءات واتبعاتها كاملة الثاني إشي المدرسة لما طلبت طلبت أنه يكون في عنا أنه يجيب معها حذاء زيادة فقط لا غير حسا بالفل المي لما يكون عالي منطلب بانطلون بس لما لفل المي يكون إشي بسيط منطلب بس عذاء عشان ما ينبلش نعم فقط لا غير يعني لما أنا قريت الورقة لفت انتباهي نقطة نقطة مهمة جدا اللي هي أنه توفر جميع المعدات السلامة الشخصية أنا بشتغل بشركة تعنى بموضوع السلامة وأنا يعني بعرف إيش معنى كلبة السلامة تتوفر عفوا أستاذ نعم حضرتك عم تحكي أنه بالخدمات المقدمة يعني هم يكاتبين في الخدمات المقدمة حافلات وجبة غداء مدربين مرافقين طيلة فترة البرنامج الادخوليات لجميع المواقع البرنامج التدريبي والترفيهي تتوفر جميع معدات وشروط السلامة العامة يا أخي شو معدات وشروط السلامة العامة تتعرف شو يعني وادي زرقاء معين إحنا كلنا من غامر ومنطلع رحل وأنا عملت برنامج لرؤية أكستريم منعرف شو نحن أدنى متطلبات السلامة العامة اللي هي الهلمت الخوذة واللايف جكت لايف جكت بس ما كانوش متوفري ما كانوش اللي ولادنا يعني هذول الشغلتين لوادي ووادي زرقاء معين ما فيش حدا بدخل ممنوع يعني ما فيش حدا عاقل بدخل ناس على وادي زرقاء معين بدون هلمت وبدون لايف جكت هذا الميليمم يعني أنا أنا توقعاتي طبعا كل ياته بيدربنا توقعاتي لو توفرت هذه الجزئيتين الموجودة أتوقع أنه خليني أحكي قلت نسبة الوفيات الله يرحمهم جميعا يا رب قلت نسبة الوفيات إلى النصف خليني أحكي نعم عمر حكى معكم أستاذ بعد ما شو حكى يعني لما سألتوا بابا شو صار شو حكى لكم طبعا هو شرح لنا كل اللي صار بشكل هيك بشكل سريع هم كانوا متوجهين للمنطقة اللي بدهم يطلعوا عليها بنص الطريق قالوا لهم خلاص ارجعوا مين اللي قالوا لهم ارجعوا المدربين اللي معاهم موجدين اللي هم المرافقين من الشركة نفسها قالوا خلاص ارجعوا شكل الجو مش مناسب وهم راجعين دهمهم السيل بصورة سريعة جدا بس ودهمهم هم بالباس ولا هم بيمشون هم برزوا آه برزوا راجعين آه وهم راجعين باتجاه الباس خليني أحكي دهمهم السيل في ناس كانوا على جناب السيل في ناس كانوا بالوسط هم كانوا مقسمين ثلاثة أجزاء اللي بالوسط فعلا ما قدروا لأنه هذولا أطفال صح أطفال ويعني ما ما بقدرش صح سحبهم السيل آه على طول الطريق عبينما تعدوا لما وصلوا للبحر احنا بنحكي قاعدين عن مسافة مش بسيطة آه السيل بيقلب في الناس اللي موجودين آه آه وصلنا فعلا آه وصلوا للبحر آه هو بيقول لي آه أنا آه شاطر بسباحة هو هو فعليا بسبح فكنت شو أساوي كنت أطلع تنفس بس وأرجع آه مش مش كلي آه تقلبني المي آه بس لما ينغطع نفسي أطلع مرة تانية أطلع مرة تانية أخذ نفس ورد أنزل عبينما وصل لمرحلة أنه آه آه وصل للبحر آه من السيل كامل وصل للبحر آه هناك في البحر آه سمع ضجة وناس بتحكي فأولا تلقائيا قال إذا أنتو بتنادوا علي أنا عمر فالغطاس زهير لأجالين الله يجزيه كل خير قال له أنا جاي عشان أنقذك يا عمر وأطلعه نوجه له تحية طبعا آه طبعا طبعا أطع إجازته وصل للبحر أطع إجازته وسبحان الله هو تنسي من رب العام وعمر وصل للبحر فعليا وصل للبحر عن مسافة كثير طويلة طويلة والغطاس كمان نفس الشيء سبح فيه بالبحر وطلعوا من منطقة قريبة طبعا الكسور اللي كانت موجودة من جراء التقلبات هذا سيل وفي معا حجار وفي معا شغلات زي هيكل خلته محدود الحركة بهاي اللحظة يعني نكتب لعمر عمري جديد الحمد لله الله يحميه حمد لله على سلامته والله يشفي بقية المصابين والله يرحم اللي لكم حتفهم في هاي الرحلة بهذا اليوم الأسود وشكرا لوجودك معنا بهاي الظروف الصعبة وانك حبيت انك تكون موجود معنا حتى توصل رسالة كنا حبينا نتحاور معك أكتر بس للأسف وقت البرنامج الله يعطي لكم ألف عافية الله يعطيك ألف عافية وآخر اشي أنا بقول الله يرحم الطلاب والناس اللي موجودين كانوا اللي فقدناهم بهذه الحادثة والله يشفي الناس اللي موجودين على فراش الشفاء إن شاء الله إن شاء الله رب العالم ينم الله يرحمهم جميعا ومشكرك والحمد للعسلام الله يسلام سيد سائد وشكرا مجددا لوجودك معنا الله يبارك فيك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة